من الرياض مع اللواء المتقاعد عبدالله غانم القحطاني المحلل الاستراتيجي مصغير أهلا بك معنا سيد عبدالله إذن ميليشيا الحوثي تصحب قواتها من جبهات من مأرب من ريف تعز وتنقلهم لصعدة والحديدة ماذا نفهم نحن من هذا المشهد العسكري من جهة الحوثيين؟ والله هي نظرية عكسية كلما قام التحالف العربي العظيم لعادة الشرعية والجيش اليمني والشرعي اليمنية بالضغط المتواصل والمتقدم على كافة الجبهات كلما ارتبك الحوثي وميليشيا الحوثي واضطروا إلى التراجع وفي النهاية كما ذكرت جنابك يضطرون إلى سحب قواتهم من أماكن استراتيجية مهمة لهم هذا حقيقة يعطينا دليل جديد على أن استمرار الضغط على الحوثي وميليشياته سينهار في النهاية وسيضطر إلى سحب جميع قواتهم من المناطق الأطراف ويذهب بها إلى صعدة وإلى الحديدة وهي منطقتين تشكل خطورة كبرى على الحوثي حينما يتجه التحالف العربي الكبير ومع الشرعية اليمنية باتجاه ميناء الحديدة وباتجاه صعدة معقل الحوثي الأساسي فهذا يعتبر انذار خطر للحوثي يؤذن بانهياره ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا يقوم الحوثي حاليا بتوزيع قواته وسحبها من مناطق مختلفة إن كان في تعز وحجة ومعرب وكذلك في مناطق أخرى إلى هذه الجهات هذا دليل انهيار هذا دليل خوف شديد هذا دليل أن هذه الميليشيات الإيرانية في اليمن أصبحت تعي أن الاستراتيجية الأخيرة للتحالف العربي والشرعية اليمنية هي طردهم هي القضاء عليهم من قيادة اليمن حقيقة نعم بس في طريح آخر يقول بأنه ليس بالضرورة أن يعني هذا السحب ما قلته ممكن أن يعني أن يعني تولي أن تضعون من إيران تأمين الجهوزية الكاملة في ما بالنسبة لها هذا صحيح الحديدة تعتبر شريان رئيسي بل تعبر الرئة التي يتبعون في والحرس الثوري الإرهابي الإيراني الذي يمدهم بالأسلحة والصواريخ والألعاء والألغام وشتى أنواع الدمار والخراب لليمن ولكن هذا دليل آخر على أن الحوثي وإيران لا يستطيعون القيام بأعمال أسكرية على كافة الجبهات وهذا حقيقة يكشف موقف الحوثي يقول للجميع أن الحوثي ليس بالقوة الخارقة وليس بالقوة التي لا يمكن قهرها وهزمتها في أيام معدودة هذا حقيقة دليل جديد الحوثي لا يمتلك قوات عظيمة ولا يمتلك إرادة أغلى من الشعب اليمني والشرعية اليمنية ولكن مع الأسف ودعيني أوضح هذه النقطة الأمم المتحدة لها دور غير إيجابي في هذا الجانب من يغطي ميناء الحديدة ويمنع تحريره ويؤخر صراحة منع هذا الإرهاب هي الأمم المتحدة وإلا بالنتيجة التحالف العربي لإعادة الشرعية لديه الإمكانية في سويعات من تخليص هذا الميناء وتسليمها للشرعية أو لتحييده أو لاستلامه وإدارته حقيقة بموضوع صعدة والحديدة ما الذي سيأخذ بعين الاعتبار من قبل التحالف وبالتالي ما الذي نتوقعه في المعركة العسكرية كشدة قتال على الأرض أو كوتيرة مرة أخرى هذا التحالف العربي لإعادة الشرعية يقوم بأعمال عظيمة يقوم بأعمال فريدة حقيقة يقوم بأعمال بطولية يقوم بدعم العمليات على الأرض ويقوم بدعمها من السماء كيسنات جوي قريب وفي العم كذلك يقوم بتنسيق الأعمال مشتركة لتحرير هذه المناطق هذا التحالف وضع الآن أمام عينيه وكذلك الشرعي اليمنية أن الحديدة لا يجب أن تبقى على هذا الحال وأن صعده يجب تخليصها من سيطيرة الحوثي ومن سطوة الحوثي حقيقة وهذا دليل على أن الاستراتيجية مرة أخرى للتحالف العربي لن يثنيها أي شيء لا إيران ولا الحرس الثوري الإرهابي الإيراني ولا تعقيدات الأمم المتحدة وتسويفها ولا التقارير الكاذبة التي تخرج من صنعها ويتم تصديقها ولا حتى الدعم الخفي الذي يحصل عليها الحوثي سواء كان بالأموال القطرية والدعم القطري أو بالدعم الإيراني المباشر أو بالتغاضي الأممي الذي يغطي هذه الأعمال الإرهابية التحالف لعادة الشرعية هو حقيقة استراتيجية ليست بخفية وليست بجديدة هو أعلنها منذ البداية قال نفسنا طويل مجالنا طويل لسنا في عجلة من أمرنا ولكن هدفنا الاستراتيجي النهائي هو إزالة الحوثي من حكم اليمن وتسليم اليمن إلى اليمنيين ومنع الحرس الثوري الإرهابي الإيراني من إدارة هذه المنطقة ومن التواجد فيها بكل بساطة وتأمين الملاحة وهذه مهمة جدا تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر تأمين الملاحة في مضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب منع الإرهاب الإيراني والحوثي في هذه الأماكن وفي البحر الأحمر تحديدا هذه معلنة وما نرى حاليا من هذه الأعمال التي يقوم بها التحالف العربي لعادة الشرعية في اليمن تحديدا فيما يخص الحديدة وما يخص صعدة وكذلك التاز وفي البيضاء كذلك هو دليل آخر على التصميم وعلى الإرادة وأن الحوثي عليه أن يفهم الرسالة عليه أن يعي أنه لا بقاء له ولا وجود له ولا أمان له ولن يقبل به لا محليا في اليمن ولا إقليميا من دول التحالف ولا في المملكة العربية السعودية نعم بموضوع سحب القوات للحديدة وصعدة سيد عبدالله بأي أعداد قامت بسحبهم إلى هذه الجبهات تحديدا ميليشيا الحوثي الحوثي على كل حال هو يمتلك ما تبقى من الجيش اليمن السابق ومن الحرس الجمهوري السابق التابع لعلي عبدالله صالح وما مدتهم به إيران عبر التهريب عبر البحار وعبر ميناء الحديدة تحديدا وهو حقيقة ليس بالقوة الخارقة العظمى ولكن لا يزال يسحب هذه القوات ومن يتبع لها من القبائل مع الأسف من المناطق التي هي في البعد على الأقل في تعز وما جاورها إلى الشمال وإلى الغرب ناحية الحديدة وتعز هو يسحب القوات المتوفرة لديه السلاح الثقيل هو ما يعتمد عليه حاليا في هذه المناطق هو يقوم بسحب هذا السلاح الثقيل ويعتمد في المقابل في تلك الجهات على العصابات على السلاح الخفيف على الإرهاب الفردي على مجموعات من المتخلفين الذين يقاتلون بلا أي استراتيجية معروفة وهذا هو حقيقة مربك مربك للحوثي ولن أبالغ إن قلت أنه قد يكون مربك للشرعية اليمنية لأن الظروف الطبيعية والجغرافية في تلك المناطق صعبة جداً ولكنها ليست بمستحيلة حينما تتحد الجهود اليمنية مع الشعب اليمني والقبائل اليمنية فلن يستطيع الحوثي البقاء لأيام معدودة في صنعاء ومرة أخرى ومهما طال الزمن الأيام في تناقص والدائرة تضيق على الحوثي إن من جهة الحديدة وإن من جهة صعدة وإن من جهة تاز والتحالف العربي مرة أخرى لن يقبل بأقل من طرد الحوثي من صنعاء ومن ثم النزول لطاولة المفاوضات والاستماع إلى الخطة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأمم 2216 بغير هذا لا وجود الحوثي ولا إمكانيها للبقاء ومرة أخرى وبالنهاية في هذه النقطة ليس للحرس الثوري الإرهابي الإيراني أي مستقبل في اليمن وقع صفة الحزم والمشروع العربي لإعادة شرعية في اليمن أنهو الحلم الإيراني الإرهابي في اليمن وإلى الأبد أنا أشكرك جزيلا من الرياض لواء المتقاعد عبدالله غاني من قحطاني المحلل استراتيجي المتقاعد عبدالله غاني من قحطاني